بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في لقاء يتجدد مع برنامج رحمة للعالمين مع الصديق الدكتور محمود جبالة الإمام الختيب والبحث في الشأن الإسلامي تلفونا 71 844 404 71 844 404 لتلقي أسئلتكم ومحاولة الإجابة عليها بإذن الله تعالى في الساعة الثانية من هذا اللقاء أوني جميلة جدا مرحبا سيدي ولي نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لك سيدي ولي تحية لكل من يستمع إلينا ونحي كل من يعمل في الإذاع الوطنية نتمنى له إن شاء الله أن تكون هذه الأيام كلها أيام خير وبركاته أمين يا رب أوني جميلة جدا وهي من كلمات بيرم التونسي الشاعر بيرم التونسي في الأخر تختم سلم لنا تسلم وهناك سؤال يطرح فبقى هل نسلم فعلا أمرنا إلى الله سؤال عميق جدا يعني مشكلتنا الحقيقية في نهاية الأمر عندما نتثبت هو أننا لا نسلم أمرنا إلى الله نعم يعني ولا نسلم بقضاء الله نعم ولا نفوذ أمرنا إلى الله نعم ولا نتوكل على الله بقدر ما يحب الله أو بالطريقة التي ينبغي وبالقدر الذي ينبغي لتحقيق أمرين لأنه التسليم والتفويذ لله والرضاة بقضاء الله هو في الواقع أولا يمنح راحة وسكينة عظيمة نعم وثانيا ربنا سبحانه وتعالى سيبلغ أمره نعم في كل الحالات يعني يعني من من الأسئلة المهمة التي ربما أو من المفاتيح المهمة التي لو نفهمها سنوصل حياتنا في شكل كبير سهل حياتنا عساء أن تحب شيئا وهو خير لك عساء أن تكه شيئا وهو شار لك عساء وعساء يعني هناك أمور ظاهرة سيدي أخويا وهناك أمور عكس ما يدركه أكيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا الحديث في هذا الموضوع هو حديث يطول وحديث من شيء أيضا وفيه معاني عديدة أهم معنى فيه هو تقديرنا وحسن تقديرنا لله تعالى نعم أحيانا الإنسان يسلم أمره وهو راكب طيارة يسلم أمره لقاء الطائرة وعمره لا راكب وعمره لا تأكد لا منه راكب ومن صرحية شهائده ولكن يسلم نفسه ويطير معه ويتنقل من بلد شوفها الدرجة العالية من التمأنينة أحيانا لسيق أجرة أنت تسلم نفسك يعني فكيف كيف مكون مقوفنا مع ربي وهو الذي خلق كل شيء وهو الذي قدر كل شيء والله المثل الأعلى سبحانه عز وجل إذن هي مسألة مسألة تطمئنان القلوب لأن هل تطمئنه أنت لربك؟ هل تجعل مصيرك بين يدي الله؟ ليس معنى ذلك أنك متسعاش أسعى أسعى أخوض بكل أسباب بل بالربي سبحانه عز وجل ربي قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتهم أن تنفذوا من أقتار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ربي شجعك على أنك تبحث بالعكس ربي سبحانه عز وجل قال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق في الأفاق في أنفسهم وفي الأفاق حتى يتبين لهم أنه الحق مش تدرك أنه الحق أن ربي هو الحق وأن الله تعالى هو الذي يمسكه بكل شيء هذا لا تعارض مع التسليم مع مفهوم التسليم لأنه يستفهم أنه التسليم ليس معناها تتسلم أمرك من أي حاجة تسيلك في الدنيا خذ بالأسباب ولكن عليك أن تكون مع الله تعالى في صلح دائم أي يعني هو لخلقك وأنت ستعود إليه لكن ثم سؤالة هنا تفضل هو ربما سورة الكهف جوابنا عليه نعم سبحانه وتعالى يعني ورانا بشكل بشكل دقيق كيف أننا يعني نرى من الظاهر ما ليس هو الحق يعني في نهاية الأمر نعم أو ليه نعم لأنه في الأخر بالكل بالأخر بكل أنت مهما كانت رؤيتك أيها الإنسان للدنيا ولما يحيتك فهي رؤية قصيرة بمعنى وقاصرة وقاصرة نعم أي أن الله تعالى هو المطلع هو المطلع على كل شيء لأن شوف ربي سبحانه وتعالى في سورة نوع يطرح جملة من الآياء آية عظيمة جدا يسئلنا يقولنا ما لكم لا ترجون لله وقارا من هو هذا الله قال وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات تباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها زبلا في جاجا يعني أحنا موحطين في الحقيقة بأشياء عظيمة ربي سبحانه وتعالى أعدها لك أيها الإنسان بسبة عامة نعم نعم سورة الكهف حدثت فيها حوادث عديدة وعديدة جدا هذه الحوادث لبيان هذا القصور لعند الإنسان لأنك أي إنسان مهما بلغت من درجة العلمي والمعرفة والإدراك فهناك أشياء تخفى عنك وهناك أشياء لا تصل إليها بل أن الله تعالى يكشفها لك بل أن الله تعالى يبينها لك هو ولد في الأثر قال أبو حمد غزالي كان يدرس الطلبة فسأله أحدهم قالوا ربي سبحانه يقولي سورة الرحمن كل يوما هو في شأن فما شأنه ربك اليوم ما هي شأنه ربي اليوم سكت أبو حمد قالوا أمهلني وشوف تأدب العلماء الناس ما يرميه شرواحهم طول أحنا أحيانا تسهل الإنسان على موضوع لا يعرف شيء ويفترك فيك كما يحبه إلى أن أتاه في ثالث يوم قالوا أن الله تعالى أمور يظهرها ويبديها ولا يبتديها قالوا صلي على من علمك لأنه جاه سيدنا صلى الله عليه وسلم هو الغزالي الإمام أبو حمد غزالي يعني هو خلاصة الحديث أي أن الله تعالى هو الذي يدير أمر هذا الكون سبحانه عز وجل ويعطيك أي والأزم نظرية الطيران سيد وليد كان نجم يكتشفها أبونا آدم لكن لم تدوافر له للأرضية ولا للإمكانيات ولا للأدوات ولا العلوم ولا العلوم ولا حتى يكتشف هذه النظرية واستفيد منها اكتشفت تحديث ومن أدرانا أننا سنكتشف أشياء أخرى بمعنى أي أنه بالرغم القصور اللي عدنا فالله تعالى يهيأ لك كل الظروف حتى تستفيد مما هو موجود لو كان جي تحدث إنسان سلي وليد طوال إنسان كان يأخذه إنسان عاش في قول القرن العشرين قلوا رأوا في عام 2011 و2012 رأوا شوالي ثم جوال وتكلم في أمريكا وتخزر السيدة كلمك تيزي ما تخرفت قلوا تتخرف أنت كما تعلم زكي مريد يعني تقول لو كان نحدث الناس عن شيء أخرى غريب لا مش نهربوش بهيد لا مش نهربوش نهربوش حاضر يا سيدة أخوي مو خلتك موضوع شاسف هو موضوع ولكن موضوع شيخ جدا شيخ جدا لكن نأخذنا في الواقع منه زاوية فقط نعم زاوية اللي يعني ممكن تنفع السامع مباشرة نعم وتنفعنا نحنا بالتأكيد هو كيف أننا يعني ينبغي أن لا نتوقف عند ظواهر الأمور نعم الفكرة هي هذي نعم عليش قلتك أنه سورة الكهف لأنه سورة الكهف تبين نعم عكو اللي نعم ما حدث سيدنا موسى هو سورة الكهف يعني ثاه معاني عظيمة لأن سيدنا موسى ما الذي حدث مع سيدنا موسى سيدنا موسى قال أنا أعلم وأن في الأرض فلو رب يسلمنه بهذه النظرية لصار سيدنا موسى لحشر نفسه في كهف الجهل لأنه لأن تقول أنا أعلم كل شيء فذلك نهاية نهاية العلم تاك نهاية المعرفة فوق كل ذي العلم نعم نعم فوق كل ذي العلم ربي بعثه العبد الصالح العبد الصالح هذا أعطاه مظاهر أخرى من الحيث بالرغم أن العبد الصالح هو ليس أكثر بدرجة في التكليف سيدنا موسى سيدنا موسى رسول ولكن العبد الصالح هو عبد صالح لنبي آتاه الله علما من عنده من لدنه فالله أعطاه عيزين من عم وكشف وكشف أشياء نحن نقوله أنت عندك علم اللدني علم اللدني فرشة نستقولها كما قلوها في تونس لكن من فمرين يستقولها هي علم اللدني هي جاية من الآية هذه وآتناهم من لدنها هذا هو العلم اللدني يعني فكشف لسيدنا موسى ومع ذلك ربي سبحانه أبعث موسى لغاية العلم والتعلم نعم وورد حديثا وورد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدى الله أخينا موسى لو صبر لتعلمنا أكثر شوف حبيبنا معله الحبيب صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علمه أي أن سيدنا موسى مع ذلك كان على علم أنه ماشي لعبد صالح سيعلمه ومع ذلك لم يصبر علش الاختلاط الأمر عنده اختلط أنا توجيك باش تعلمني وانت يتمديدك الغلام وتقتله أو سبينا نعم هاتنا نوصل نوصل نعم هذا هو سيدنا موسى قال موسى لفتاهه يعني ربي أعطاه علامة سيدنا موسى قال له أنت تبشي واختش تلقى السيد تلقى أنت وياه قال له رأوا الحوت تأكل زيته للأكل رأوا يصبح حي ويعود إلى البحر وهذا قال موسى لفتاه لا أبرحه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما أبلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله والبحر يصرب هو بحب شك فلما جاوز تعدى كل مرحلة لأن الغلام لم يقلوش ماذا ربا لولا الحوت رجع إلى البحر كل هذه العلامة لم يقلوش وقت اللي يتعدى وتجاوز هاكل مرحلة قال له احنا توت ابنه أعطينا أعطينا شوية حوت ونخلنا يأكل نفتوك قال ورأيت ذهبنا للصحر قالوا ليتش تذكرش وقت اللي وقفنا الوقفة لولا ومشينا للصحر قالوا لأني نسيت باش نذكرك اللي رو الحوت خرج ومشي يرجع في البحر بطريقة عجيبة بطريقة عجيبة وما أسانيه إلا الشيطان ونذكر رأيك للشيطان لا الثاني قالوا واتخذ سبيله البحر عجب شوف هذه آية أخرى ربي بين هنا قدرة سيدنا موسى عليه السلام أنه يحي هكي السمك هذك واجرأ عليه قانون آخر قانون إلهي غير قانون البشر ورجع وعاد إلى هذا تعليم من أول عليش قالوا سيداتنا العلماء ليس هو هي الحاثة ذي ليصار ليهيئ ربي سيدنا موسى لما سيأتي ولما سيفاجأ به لأن هذه مفاجأة سيكتشف حقائق حقائق أخرى يعني سيكتشف يعني ما يترتب عن الأشياء غدا وليس اليوم غدا وليس اليوم حوت يرجع يكون ميت يرجع للحر قال ذلك ما كنا نبغي هذا كش اللو جنته فارتد على أثاره ما قصص فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما فهو تعلم من عند الله تعالى وعطاه ربي آيات علم له علما جزء من العلم ليش لتدريب سيدنا موسى ولتعليم سيدنا موسى قالوا له موسى هل تتتبعك قال انتبعك باش تعلمني شوف انصياء انصياء سيدنا موسى انصياء لأمر الله تعالى وبدا هذا الانصياع لأنه شوف ماذا قال له هذا العبد السلام؟ قالوا إنك لن تستطيع معي صبر لأن تحسين الألمي والمعرفة وهذا عليك بارش ناس لا تصبر هذه نقيصة عند البشر نحن نستعجل وهذا هو الموضوع وهذا هو أننا نستعجل الأشياء لأننا لا نفهمها هذه الآيات تريدنا حقيقة الأمور نعم، نعم، إذن قالوا انتبعك قالوا لا تصبر معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحدد به خبرك؟ كيف تصبر على أشياء لم تسبق في علمك؟ لا معنك شخبر عليها بل أن لا تجتمع فيها قوانين الدنيا أو ما اتفق عليه البشر هذا في ظاهر هذا في ظاهر ولكن ليس ظاهر ليس ظاهر لك أنت ما عندك شخبر أنت ما عندك شخبر على الشيء المش يحدث قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمره قم بحول لرك بش تلقاني صابر وما نشفش نعصي أمرك لأنني بش نتبعك شقال له وشنو شرتش؟ قالوا فانا اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى إذا مش تتبعني ما تسألني على حد شيء شاهدي بعينك وطبعني وكهو وانا طبع نقول لك طبع فاسر لك قالوا طيب وابق سيدنا موسى قالوا منش نعصي لك حتى أمره أول رحلة متاعهم كانوا أنهم ركبوا في سفينة غادروا الزورق متاعهم اللي كان فيه سيدنا موسى واركبوا في السفينة كما أقولوا فلوكا صغيرة لما ركب فيها سيدنا موسى دوبا ركبوا السيد شدك العبدالصالح ونقبك السفينة ليس لما ركبوا بعد ما ركبوا وصل الحر عملوا فيها نقبة عملوا فيها نقبة سيدنا موسى مصبرش لأنه رأى أن الفعل فعله السيد هذا الفعل مخالف أمر غريب وأمر مخالف على الأقل المديهة متاع الناس سفينة وتنقبها ما مش تغرق قال هلو سيدنا موسى مباشرة قالوا خرقتها لتغريق أهلها لقد جئت شيء أمره ليس معقولة ليس معقولة ليس معقولة ليس معقولة هذا ما رأاهه بالظاهر قالوا لعبدالصالح قالا ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قالوا أصبر هاا مش قطر بكش ماش تصبر قالوا سيدنا موسى لا تؤخذني بما نسيت ألغى المتحس مش راني نسيت وما ترهقنيش راني مازقني تعلم قال فانطلق شاوزت مع معضهم واصلوا الرحلة حتى إذا لقي غلاما قال غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية سيدنا موسى لماذا شبيهك الغلام قتله قتلت نفسا زكية المهروض كان قتلته العادل نفس بالنفس لقد جاءت شيء نكور جاءت شيء تنكيره البشرية وتنكيره الناس لأنه في ظاهيري هذا باقي عاود له قال ألم أقول لك أنك لن تستطيع ما يصبر قالوا إن سألت قلتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدنيا عذرا قالوا أنك لن تنسك على حاجة أخرى الثالثة ما تسمحني قالوا الثالثة صحيح انتهى الأمر حتى المثال الفرنسائي يقول هذا وحتى نقول الثالثة ثابتة يعني وفاة المرة الثالثة ما عاش نزرك قالوا أنك لن تنسك بلغط المدى متاع الأعذار متاعي معاشنا قالوا فانطلق حتى إذا آت يا أهل قرية حتى إلقوا القرية استطعم أهله طلبوا منه شوي ماك قالوا لنا جواع وكلونا فأبوا أن يضيفوهما قالوا لهم لا لا ما عدنا منع تيكم وما ضيفوهما هم خارجين من القرية إلقوا جدار بشيتيح حيط بشيتيح شدك العبد الصالح قالوا بس نبنيو هالجدار ذي أن يريدوا أن يقذف أقامة بنيه كان طيب شه قالوا سيدنا موسى هو ليس سؤال وإنما أنكر عليه ذلك الفعل قالوا لو شادة لاتخذت عليه أجر تقلوا أنتم من هذا ما طلبت ماشي ضيفوك ما ضيفوك تبنيه لهم حيطة وبليش وبليش ماي حقا 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 تلت على ليه أجر طلبت على ليه أجر شو من نجمون يأكله بيه شو من يأكله يعني هو هو احتج على ذلك المقر وكانه أنكر عليه ذلك الفعل شقلوا ذلك العبد الصالح قالوا هذا فراق بيني وبينك قالوا سو نبيك بتأويل ما لم تستع عليه صبرها وانتوبش نتخبرك أحواجه ضمن ما صبرتش علام لماذا لا صبرتش قالوا بديلوا باللولة وهي السفينة قالوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فقراء 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 قالوا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة قالوا عش قالوا حبيت نعم فاكل عيبة ذلك لأنه ثم الملك متاحهم قاعد يلون في السفن عنده حرب يحب يلمذ أكثر منك في الأسطول متاعه قالوا حبيت نعيبها كالسفينة ذلك باش كي يلقاها منقوبة ميهزهاش لأنك الناس لكم مساكين يأخذوا يأكل ويشتر وخيله من حكمة الله تعالى أنه الخرق ذلك ما يدخلش الماء هذا أيضا قوة مو أجزة أخرى إلهية موضوع خلينا ذلك من الخرق ذلك ما يعطينا خرقها حتى أهل السفينة مو سيدنا موسى حتى أهل السفينة يجي يلقاهم نقبلهم من الفلوكة يعركوه يعركوه لأنه ميراوش ميراوش حقيقتها ميراوش الغاية من وراء ذلك العمل وذلك الفعل قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربوهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة هنا يدخل علم ربي سبحانه عز وجل فيما قاله مصير البشر وهنا أحيانا ما هو ربي قال يعني علمناهم اللذن علما يعني علم الرحيم الصالح بعض الأشياء التي ستحدث ستحدث يعني أنه يحكي على المستخدم نعم وحنا الفكرة هي هذه ربنا يعلم ما سيحدث يعني أنت تصير لك حاجة اليوم أنت تشوفها كما هي ولكن هي عند رب العالمين غدوة ستؤدي إلى نتائج وقد تؤدي إلى نتائج عكسية عكس من تصورها يعني هي في صالحك وانت تراها وانت تراها أو العكس أو العكس نعم كاملنا الثالثة سيدي نعم الثالثة قال وأما الجدار الحيت اللي بنية هاي فكان لغلامين يتيمين في المدينة ولديت صغار ولديت صغار زوز أيتام كان وتحتوا كنزوا لهما وكان أبوهما صارح كنز ذاك خلاهوهم ابوه رضموا قولوا العلماء بعض علماء قولوا أنه هذك أبوهم تخلي لهم ميراث هم وزلوا صغيرات قال اردموا لهم تحت الحيت ولكن الحيت بدأ يتأكل يتيح ونس كنت تتزك الأحجار المتناقل يبشي بنيوها تعاك الصغيرات قال خشينا أنه يتكشف الكنز ذاك قال فأراد ربك هي إرادة ربي سبحانه عز وجل لأن ذلك العبد والسلام يتحرك بأمر من الله تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا معناها أنت تشوف عبد بناء حيت بلش فلوس نحكي بالقصة كما هي في القرآن نعم وهما معناها طلبوهم شي يوكلوهم محبوش ونقالوا عقراء خلينا منه هذي ريت عبد يبني في حيت وأصلا لشي مدخلك فيه في الحقيقة هو الحيت ذاك تحته كنز بشي يكتشفوه لولدات الصغار نعم وعندما يبلغ أشدهما وقت يكبروا معناها يسمي الحيت ذاك يتبني توا بشي يقعد عشر أو خمسة عشر سنة سنة وقت يكبروهما رب العالمين بطريقة ما يلزهم بشي يستخرجوا الكنز لكن هنا فما حاجة كان أبوهما صالح كان أبوهما صالح هذا الأب الصالح نجم يخلي لولده كيفاش رب العالمين سبحانه وتعالى يحفظ يحفظ الثروات ويحفظ كل شيء معناها كيف يبدأ أبوه صالح الولدات معناها ينتفع بي ذاك حتى بعد وفاته وإحنا مرة حكينا قصص هذه وليد يعني أحد الطلبة كان يدرس شكوليت الطب هذه حدث وهو الذي تحدث عن هذه القصة كان يمشي مع صحابه مع زملاء في يوم الاستراح متاعهم كان يمشي في الطريق وهما كان يمشي وهو كان يمشي على المادة معناها على التروتوار يمشي وصحابه يمشي معاه وهو تخلث قليلا عنهم وإذا بسيارة تنحرف وتخرج من الكياس من الطريق من الطريق المعبد تطلع على التروتوار وتضربه يدخل في عمود كهربائي جنبه يتضر جنبه فأخذ على عجل للمستشفى وعملوا العاملية صال للكلوة مباشرة وبعد قام من البنج جاء الطبيب الدكتور يعرف قالوا هنيئا لك أنت رزقت حياتي جديدة قالوا منين هنيئا ليا دكتور أنا ضربتني كربا أنا ضربتني كربا وفقدت الكلوة متاعي قالوا لا هنيئ لك أحمد ربك قالوا مخو قو قالوا شنو مش نحمد ربي صحيح قال الحمد لله على كل حال لكن راني يا دكتور أنا خسرت كلوتي قالوا شوف تلك الكلوة قالوا لو لم تصب بذلك الحادث قالوا ما كنا لانكتشف لديك مرض وخلايا سرطانية قالوا لو صارت تلك الخلايا قالوا قالوا تنتشر بشكل رهي في البدنتك لا يمكن مقاومته قالوا فابك الضربة هذيك قالوا تطرن الكلوة متاعك والقناه مصابة وعفى الله الجميع مرض السرطان يعني الأكسيدان ذيك انقضله حياته انقضله حياته جيش البيئة الجملة تقولها واحد عمل اكسيدان منعت حياته هي جملة متناخلة متناخلة كان هذيك الحقيقة نعم فكرتنا هنا يعني ما نحكيو فيها الحكاية ما ننتفعو بها اليوم أكيد مش نقراها ونتعدي أكيد نعم يعني عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم نعم ما هكو نعم إذن الأمر المؤمن كما يقول رسول سلم عجبته لأمر المؤمن كله خير المؤمن يفكر بعقل الإنسان المؤمن بعقل الإنسان اللي عنده رب يحميه ويخطط له أحيانا إنسان في الدعاء يقول اللهم دبر لي فأني لا أحسن التدبير وقدر لي فأني لا أحسن التقدير يعني أحيانا احنا ما نقدرهش ما نجموش نقدره ولكن ربي هو يقدر لك رسول سلم يقول عجبته لأمر المؤمن إن أصابته سر شكر فكان خير له وإن أصابته ذر صبر فكان خير له أنت مأجور في كل الحالات على الخير أو على الشر إن أصبت به لكن هنا مسألة التسليم لله تعالى راهي ثقافة عالية وثقافة تبنى على صدق الإيمان وصدق المؤمن وحسن التوكل على الله تعالى يا رفك الصحة ومي هي أذية سيدي أخويا هذه مشكلتنا الحقيقية كرثتنا الحقيقية هي هذية هو هذا الضعف اللي فينا الساعة أحنا بشر خرق الإنسان وضعيف ربنا اللي خلقنا قال علينا ضعفاء أحنا ضعفاء ما هم أوت يا الإنسان طيب إحنا لنحكيه على نبي ورسول سيدنا موسى عليه السلام نعم لكنه يعني هذا نبي فما أشياء شافة كيف يشوفوها كيف يشوفوها البشر ولم يصبر عليها ولم يصبر عليها رب العالمين سبحانه وتعالى يعني رحيم ورؤوف بينك فما أشياء ما نفهم وذلك عليش وصانا هو قالنا يعني عساء أن تكرهوا شيئا وخير وصانا حتى نحاول أن نتبه لأنه كجينا متوكلين على الله حق التوكر خويا البيهي نعم ونزيد نفهم أيضا من القصر التي حدثت في الهجرة مع الذكر ورسولنا صلى الله عليه في الغار لما تخباه في الغار أبا بكر بتقييم البشر وبعقد البشر كيوقه على شافة الغار قالوا يا رسول الله لو نظر أحدهم ليش يراكي نعلم لرآنا واخت صدقه طورنا ولكن ربي عما على بصيرتهم باكل حمامة وباكل عنكبوتة لكن سيدنا أبا بكر ما نقولوش لقلة إيمان تيس صديق هو وقال فيه رسول الله سلم إن أبا بكر كان أمة أمة بحاله سيد أبا بكر ومع ذلك اللحظة هذه كيف يش خاف مش على روحه يقول البشر بشر خاف على رسول الله سلم ما قالوا ما ظنك باثنين ثالثهم الله الله ثالثهم الله ثالثهم إذ يقول ثاني ثنين إذ هم في الغار إذ يقول لسعب لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا هذه الوحد الإنسانية عملها شعار في حياته نعم ويكررها مراعا لا تحزن إن الله معنا هل أنت تدرك معية الله من هو الذي يسلم أمر الله هو الذي يدرك أن الله معه هي درجة من الإيمان درجة عالية من الإيمان أنه ربي معك ربي ما يضيعك ربي ما يضيعك وقلها برشة من الناس قال أحد أحدهم قال أنفق ماله قبل موته كله في سبيل الله جوج معه قلو يودي أنت أفقت كل مالك في سبيل الله وماذا تركت لأبنك قال ما ادخرت مالي عند ربي وادخرت ربي لأبنائي يعني أحيانا هو صحي أنسان مرات ما يقبله أعقل قل أنا من خليلهم حد شيء لا خليلهم ولكن خليلهم أيضا ثقتهم في ربي سبحانه عز وجل أن يكون عندك ثقة في ربي كبيرة برش وهذه مسألة الثقة في الله كما قلنا واستشعار معي تربي لا تبنى إلا على إيمان صادق وعلى أنه إدراك أن ربي سبحانه هو مسبب الأسباب هذه الأولى الثانية أي أنك أنت أيها المؤمن لا تستطيع أن تغير الأقدار ولكن الذي خلق الأقدار هو الذي يستطيع أن يغيرها أنا كنت أحيانا أحيانا سبحان الله أحكينا الشيخ عبد الرحمن الخليف رحيمه الله أيام على حادثة الطريق حدثت في طريق يعني ناس يتنقلون في سائرة أجرة قال لحالسي في دنيا سخونة كل شيء قال متعدى هيك سائرة أجرة من طريق وقته من سوسا مرعو حالقاروان قال استوقفوا واحد في الطريق ما قفلوش لأنه كان معبي عنده بلايس متاع ومعبين كل ولكن وقف تقريبا بعد برها لأنه كان أحد الراكبين استعذن من السيد قالوا نهبت نستريح حشاكم وكرم الله واجهكم نرجع فالسيدة ذاك لما رأى السائرة أجرة وقته ذلك جاء يجري خلط عليها والأخر غادرها امشي فالحال صيف وصيق الأجرة لم يكن مركز فالسيدة ذاك يحسابه قبله هو فتح الباب وطلع الأخر انده يحساب السيدة قبله شوره ورجع نعم والأخر كمل الرخلط يجري على اللواج ماش يحب موقف لوش قال فامتطى قا كاميونونا لحاجة قال فبعد تقريبا خمسة كيلومتر وجد أن تلك السائرة أجرة عملت حادث ماتوا كلهم سبحان الله هو مش نهار وقت مش نهار مش ساعت من الحاجات الغريبة قريبة نحن تفضل نقربهم بعضنا حد يكلم في فرعون قالوا منك تعلمت نعم أن قدر الله نافذ لا محالة ما شاء الله نعم ذبحت آلاف الأطفال كي لا يأتي يا موس نعم وعندما جاء ربيته في بيتك نعم صحيح يا أخو يا ورمي صحيح 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 منك طي يكلم في فرعون نعم منك تعلمت أن القروب بيد الله لا بيد الناس فعندما حرمت موسى من قلب أمه رقق الله عليه قلب زوجتك زوجتك أردت أن تحرمه أمه فعطاه الله فوق أمه أم أخرى أم أخرى منك تعلمت أن ليس بإمكان أحد أن يفسد أحدا ففي القصر الذي كنت تقول فيه أنا ربكم الأعلى كانت آسيا في الغرفة المجاورة تقول سبحانه ربي الأعلى منك تعلمت أن جيشا بحاله يا عجز عن رد مؤمن عن إيمانه فلس حارة أرابهم جيشك ولا الماشطة أخافها زيتك المغلي هذه ماشطة آسيا زوجتك العود لأنك سقطت منها المشتقات بسم الله منك تعلمت أن الله إذا أراد أن ينصر عبداً نصره بعصاً لم تكن صالحاً من قبل إلا ليتكئ عليها ويهش بها على غنمه وأنه إذا أراد أن يهز معه عبداً هزمه وهو في عقل جيش بل عصاها هذي كان اللي هي قال وشتعني بها قالوا أتكي عليها وهوش بها على غنمه ولي فيها مآل أخرى ولكن مش بتضرب بها الحجر تغلز العيون وتضرب بها البحر وهذه هيلة منك تعلمت أن كل ما في الأرض أسباب تجري على الناس ولا تجري على الله وأن النهر الذي من المفترض أن يغرق الأطفال صار ساعية بريد وحمل إليك طرداً فيه طفل كنت تبحث عنه أم سيد نموس حطته في حطته وكدوح صغير وكصندوك في اليم نعم وأن البحر الذي لا يعبره إلا بالسفن يعبره القوم مشياً على الأقدام بعد أن صار طريقاً يبسا سيد نموس بعد مضربك العصاها في البحر الناس تمشى فيها على سقيا في البحر منك تعلمت أن كل ما في الأرض جند من جنود الله وأنه سبحانه هو من يختاروا سلاح المعركة وأنك حين جئت بجيشك كان قادر على أن يأتي لك بجيش مثله ولكنك أهون على الله من هذا فقتلك بالما الذي جعل منه كل شيء حي سبحانه وسبحان الله الواحد القهار نعم جميلة جداً أنا عجبت نيسر يعني أولاً شكر للناس العلماء الذين يتفطنون إلى هذه التفاصيل الصغيرة وهذه التفاصيل الصغيرة وشوف أحنا مش نركز نرجع أنه فرعون لما خرج الملك اللي أعطاه له ربي سبحانه عز وجل لكل وأراد اقتصاد أثر موسى ولكن أصحاب موسى بالرغم أنهم تبعوا سيدنا موسى سبحانه ولكن ما عندهم مش نفس درجة الثيق والإيمان والتسليم والتسليم مثلا موسى قال لك فلما ترى الجمعان واختل شابه سيدنا سيدنا موسى مع المجموعة اللي ماشي معها هم قلة وفرعون جاي بجيش جرار يتبع فيهم وهما يشقوا البحر وقدامهم البحر ما قالوا له معنى هذه الفطر البشرية فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنه لم يدركون شيخ الطعليل الله شيخ الطعليل صحيح ما شهنا ما قال سيدنا موسى شو إجابة المؤمن المتوكل على الله تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم وأزفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين شيخ الطعليل في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم آية نتعلم منها نتعلم منها أمو لك المنتهى التسليم في مك عندما ترك سيدنا إبراهيم زوجته عليه الصلاة والسلام وابنهم الرضيع هو من عندهم لا مالا حد شيش قالت له قالت له ربي أمرك بهذا أمرك بهذا أمرك بهذا أم لا قالها نعم قالت له إذن لن يضيعنا لن يضيعنا برعا لروحك ربي أمرك بهذا ماذا يضيعنا هذه قضية التسليم هنا هنا قضية التسليم لأنه كان واد غير زرع نعم عندما أكا ولا نعم يعني مكان خالي حتى الماء مفيهش ولكنه أمر أن يذهب أمر أن يذهب وطاعة للأمر وهي يعني سلمت لله أمرها لأنه عرفت أنه ذلك أمر الله سلمت أمر الله فهل ضيح ولكن مشات وجات في الصفاء والمروح كوالله يا سيدي أخوي نعم مشات وجات حتى لن ربي حتى لن ربي يرزقها هكا العين هذيك عين عين زمزم وهي تقوله زمزم لأنه تبرك الله معناه فات وإلى حد الآن يسقى منها الناس ويسقى منها الحجيش إلى حد هذا اليوم من وقت سيدنا إبراهيم هذه آية ربي سبحانه جل وما حدث مع إبراهيم شوف سيدنا إبراهيم أيضا لما دعا القوم متاعه ولما حطم الأصنام قوموا حاوي ينتقموا منه قبل ما ينتقموا ونحاججهم سيدنا إبراهيم قالوا شكون فعل من فعل هذا بيعنيت قالوا إنهم لكبيرهم هذا يعني الصنبة الصنبة الكبيرة اللي خليها فسألوهم من كانوا ينتقون خليموا يسألوهم ما يتكلموش حاب يقيم عليهم الحجة قالوا ما علمت أن هؤلاء ينتقون ما اكتعر أنت هؤلاء ما يتكلموش ما رأيش تعدوا به تتعدوا به أصنام يتدافع شراروحا حكموا عليه وقته بأن يحرق سيدنا إبراهيم وحطوه في النار ولكن سيدنا إبراهيم كان المؤمن الصادق المتوكل على الله تعالى حق التوكل حق التوكل حق التوكل قالوا ربي ينتظر وفرج من الله تعالى ربي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النار التي تحرق تحرق ربي غير القانون متاحها واللحظة هذه النار لا يظل الشعراوي يظل يعني لو قال ربي سبحانه الله يا نار كوني بردا على إبراهيم البرد يقتل يقتل برد وقال لو قال كوني بردا وسلاما لكانت النار عموما ومطلقا بردا وسلاما لكن قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم يعني غير ربي القانون متاع تلك الآية فاللحظة هذه غير قانون النار قانون النار النار الحقيقة تحرق طبعا لكن ربي غير القانون نصرة لإبراهيم عليه السلام حتى أنه سيدنا إبراهيم نفسه يعني وهذا في بداية إيمانه مش شك في قدرة ربي وملكوته قالوا أريني كيف تحيي الموت يا ربي وريني كيف تحيي الموت تقول أننا نحي الموت قال أو لم تؤمن قالوا لم تؤمن قالوا بلا ولكن ليطمئن قلبي صحيح الإنسان شنو يقوله العلماء هنا يقوله أنت عليك برسالة البحث فيما يقربك إلى الله تعالى لا فيما يبعدك عن الله يعني أنت ديما تبحث لواش باش تقرب أكثر ربي سبحانه وعز وجل هو سيدنا براهيم شنو كانت النار يمتعه كانوا باش يطمئن قلبوا لذلك الإيمان كي يتقرب أكثر من الله تعالى كي يقتنى أكثر بآيات ربي سبحانه وعز وجل وما ذلك ضعفنا اخوي احنا مشكلتنا شنية مشكلتنا أنه مش يبهنا أرزقنا بيد العبيد ونخلطونا ضعفوه يعني ساعات الإنسان مثلا يخرج من الخدمة مثلا نعم يظلموه يعني الكآبة الكلا تعبت عليه صح ولكن هو ما يعرفش أنه رب العالمين خرجوا من غادي لأسباب لأسباب لأنه لو كان لن يسعى لن يلقى خدمة عشرة مرات خير من ذلك أكيد أهو كيف يسعى لأن الماء ما انفجرش في مكة إلا بعدك السبع أصوات السبع أصوات السعي السعي هكو لا نعم لا أبو نحن تحن اللوم 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 نعم يلاحظ الآن لابد دائما من السعي لكن ربي يبدلك من مكان إلى مكان أحسن إلى مكان أحسن وين تعرف وقتها في لحظتها ربما تضعف ولكن عندما ترفع عينيك إلى الله وتسلم وتقول له يا ربي هذه عالة كلمة والله يحلوة لعل فيها خير لعل فيها خير ساعات مثلا واحد ما يخرجش على كار ولا ترين ولا أيهو ولكن الحاجة تكتبش يقول لك أخويا متغشش ترقاه لعل فيها خير لعل فيها خير هي لعل فيها خير هي هي اللي تلخص الفلسفة الفلسفة نعم فلسفة الشعوب في فهمها لقدر الله لعل فيها خير نعم لكن مش تكون مجرد كلمة نقولها هذه هي قضية سيدنا إبراهيم ما كعليش ربي لما أوحاله يخلي زوجته صار في ذلك المكان وابنها وقالها هو أمر الله تعالى سئلته قاله أمر الله هي سلمة ربي ولكن سيدنا إبراهيم سلم أمر الله تعالى وطبق تعليمات ربي ولكن سأل الله تعالى وهنا يبين قيمة التوكل لما عنده شك في عناية ربي قال ربي إني أسكنت من ذرية بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تلب بش الناس تمشي لهم تلب من رب العالمي بش قرب لهم الناس وطبق أن يرزق أهل ذلك من الثمرات فإلى حد هذا اليوم ذلك البلاد تعيش دعوة إبراهيم إلى زالة الأسئدة من الناس تهوي إلى ذلك المكان ليشهدوا منافع لهم كثرة المنافع ليس كان المنافع التعبدية والشعيري وأن المنافع المادية أيضا شوف سيدنا إبراهيم هذه دعوة دعوة سيدنا إبراهيم يعيش فيها أقوام وأقوام وأناس 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 ومن رحل وما زال ومن سيأتي لازالوا يعيشون في كنف هذه الدعوة الكريمة وأذن في الناس بالحش يعني هنا بالحق صدي وليد وأنت ربي يبيرك فيه لما تقول أنه إحنا إيماننا اليوم راه في الميزان واختش يكون إيمانك في الميزان أحيانا إنسان يصاب بمصيبة ويصاب بشيء يؤلمه نعم لكن الأصل أنه تصديقك وتسليمك لله تعالى هو اللي يزم يغلب لأن أحيانا ما عاش نجم تغيرها تلك المصيبة من أصيب في ابنه مثلا عف الله الجميع ورب يحفظ أبنائنا كل يموت ابنه في أحد طبقه يحفظ أنت ليس أرحم من الله تعالى بذلك الوليد بل أن الله تعالى يؤلمه أن يشاكل مؤمن وأن يصاب ولكن ما تعرفش قدر ربي ما تعرفش يخبيه ربي سبحانه عز وجل أحيانا ربي يخبيه لك ما أعظم ما أفضل ما أحسن إذا تسليمك لله تعالى هو هذا الأصل يجب أن يكون مطلوب وهذا يخليك أنت يفتح لك حتى باب التقرب إلى الله تعالى وباب الدعاء اللهم ربنا عنا على أن نسلم الأمر إليك أمين كما تحب وفرضا أن يتوكل عليك كما تحب أن يتوكل عليك يا الله واحدة سبعين ثمانمائة أربع أربعين أربعمائة أربعة